نظم طلبتنا في جامعة زاخو وقفة احتجاجية ضد الهجمات المتكررة على أراضي أقليم كردستان مطالبين بغداد بضرورة اتخاذ موقف جدي لإيقاف هذه الاعتداءات ومحاسبة المجاميع المسلحة الخارج عن القانون نحن طلبت جامعة زاخو ندين ونستنكر بشدة الهجمات الإرهابية التي تستهدف أقليم كردستان وبأسف شديد فقد تعرضت أربيل عاصمة أقليم كردستان قبل أيام لعدة هجمات إرهابية حيث تاتي هذه الهجمات الإرهابية لأن أربيل أصبحت مركزا للتعايش السلمي المشترك ومركزا للتقدم والتطور في جميع القطاعات وآخر تلك الهجمات الإرهابية كانت على مقر للبيش مرقة الأبطال في أربيل وبسبب التطور وتقدم أقليم كردستان والعاصمة أربيل التي أصبحت نموذجا رائعا للدول الأخرى فالبناء والأعمار والتقدم والتطور العلمي والاجتماعي وكافة مجالات الحياة ما سبب للإرهابين امتعاضا بسبب هذا التقدم والتطور في إقليم كردستان ومن هنا مرة أخرى ندين نحن طلبة دار الزاخ المستقلة هذه الأعمال الإرهابية وندعو كافة المنظمة الدولية والأمم المتحدة والقنصليات والممثليات والحكومة الفيدرالية العراقية بالتحرك الجدي لوضع حدا لهذه الأعمال الإرهابية التي توجه ضد قليم كردستان ومواطنها ومواطنها